السلام عليكم ورحمة الله اهلا بحضراتكم في قناة سيبل فوريو ان شاء الله باذن الله فيديو النهاردة فيديو وسيط باذن الله مدتو مش هتتعدل خمس دقايق وهو سؤال ناس ياما اوه دخل اتكلمتني عليه ده كنت انا منزله في اول درس لنا في الدورة السيبل سيري دي اللي هي من البداية حتى الاحتراف ولكن ناس ياما يعني ناس شغالة قالت لي هو ازاي انت حضراك ظاهر منطقة القط بلون ومنطقة الفيل بلون وازاي تستخرج الخط الفاصل ما بينهم عشان يتوقع في الموقع طيب فانا جبت لحضراتكم كده هوت السطح زي ما هو كده هو ولكن باجبنا باذن الله شبهة لبشة كده هوت كبيرة ايه او كده هوت منطقة كبيرة نشتغل فيها وانا البولي لاين ده كده هو بتديره منسوب والياكن المنسوب ده عبارة عن خمسة متر طيب عايز ايه ايه اعطل حبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبي نقول كده هو هو كده عمل لسطحها قدام حضراتك وهو اه اه اتحول للون الاغضر طيب عايز بقى عشان اعرف مناطق القطع والردمة فلازم طبعا احسب كمية طبعا احسب كمية ازاي هاخش من انالايزو اقول له من فوليام داج بورد اقول له انا عايز اعمل مقارنة السطح الكمية ده عبارة عن اسمه اللي هي مثلا اللي هي عبارة عن الكميات بتاعتي طب سطح البيس بتاعي هو عبارة عن الارض الطبيعية وسطح المقارنة بتاعي هو عبارة عن سطح الاكس كافيجن وعبدو اقول له اوكي فطبعا اعيز هار لي انهو كده ايه مناطق القطع والردمة بتاعتي طب لو دي مخفية قدام حضرتك كده وتقدر تزيرها منين اعبارة عن الاعلامة اللي عاملة شباهي الكتاب دي وهي بتسمى بيتو جول هتفتحها يقول لك انت مثلا شبه كده شكل تعشير كده يقول لك انت كمية القطع قدي وكمية طيب تمام انا بقى عايز اظهر الكلام من ده اظهره ازاي الحاجة دي بتزهر عن حاجة بتسمى بيه الاليفيجن باندك فا ابدأ اروح على السطح بتاع الكميات بتاعتي تمام وافتح الخصائص بتاعته تمام طيب هزيه بقى العملية اللي عتمي العملية دي عبارة ان انا هعمل تحليل للسطح فاعمل حاجة اسمها اناليزز فا اخش من اناليزز اقول له انا عايز اظهر الاليفيجن طب ايقول لي النمبر اوف رينج بتاع الاليفيجن اللي انت عايز تزهره اقول له انا عايز عبارة عن حاجتين بس فاقول له انا عايز رقمين بس وابدأ ادسله على علامة السهم ده فا ابدأ ينزلي هناو تمام فهو هنا المنطقة دي بيقول لي من سالب خمسة وانت تلاتاشر ونص انا المفروض من من النهاية عندي من تحت اللي من سالب خمسة لحد خط الزيرو وهو ده للمفروض ايه ده منطقة القط ومن الزيرو لحد فوقي بها دي منطقة الردم بالنسبة لي صح كده فانا اقول له من هنا هو لحد الزيرو فهي دي عبارة عن عايز تبقى منطقة القط فعاديها وليكن اللون الاحمر طيب من الزيرو بقى لحد وانا طالق فده عايز يبقى عبارة عن منطقة الردم ودي عاديها اللون الاخدر بتاعي ويا عاب دا اقول له اب لاy او كي عاب تبص في السطح هتلاقي مفيش اي حاجة اصلا زهرت طب ليه لان حضرتك لازم بقى تخش تفاعل حاجة دي حاجة بتسمى في الانالسس حاجة بتسمى في الالأسل باندق فلازم حضرة تخش في الانفورميشن وتخش في الخصوص بتاعت السطح وتخش على حاجة بتسمى وعتلاقي حاجة ينو بتسمى بيه الاليفيفيشن حضرتك هتلاقي اللمبة كده مقفولة فيتفاعلها ان شاء الله. وتضغط ابل اي اوكي. هتلاقي بازن الله زهر لك مناطق القطع. دي بلون ودي مناطق الردم بلون. طيب اتأكد ازاي? لو انا جيت وقفت على سطح الارض الطبيعية ده كده هو. وعملت اثبت في المنطقة دي. طلع لي هنا المنصوب عبارة عن كم عن سبعة بوينت تسعة وخمسين ده بتاع الارض الطبيعية. انا قلت لحضرك البولي لاين ده عبارة عن منصوب خمسة متر ففعلا لو طرح الخمسة ناقص السبعة بوينت تسعة وخمسين. قال اطلع له سالب اتنين بوينت تسعة وخمسين. ويطلع ما هي بالمينصي بقى اصبح العملية دي عملية القط وعتلاقي في الفل بقى نفس الكلام عشان ما اطولش على حضرتك. طب الحاجة التانية بقى هنا هو ده اللي عبارة عن خط الكنتور ده هو ده الخط الفاصل ما بين منطقة القطع ومنطقة الردم. طبعنا دلوتي عايزة اطلع على دي المساعة عشان يقدر ويطلع اشتغل عليها اطلع على ازاي دي حاجة بتسمى بيه اليوزر ديفاينت كونتور. طب عزهره ازاي اليوزر ديفاينت كونتور ده برضو نفس الكلام عخش على السيرفز بروبيرتز. ودي برضو من ضمن عمليات بتسمى بعمليات الاناليسيس برضو. فدي كده برضو بتسمى بعمليات الاناليسيس. فعخش من الاناليسيس فيه. الاناليسيس طيب عقول له النوع بتاع انا عايز حاجة اسمها يوزر ديفاينت كونتور. طب عيقول لي انت عايز كام خط يوزر ديفاينت كونتور. أنا أريد خط واحد ولكن أبدأ أفعله أضافة هذا الخط الذي يبقى هو عبارة عن الزيرو ففوق الزيرو ده ردم والذي تحت الزيرو ده عبارة عن قطع فهو خط ده هو ده عبارة عن الزيرو وهو ده اللي بيفصل ما بين القطع والردم طب إنه قبع لو أنت حضرتك كده ومسلاً عايز تديره ولياكم مثلاً لونة زرق وعايز ما زين تديره سماكة ولياكم نخليه سميك كده والدنيا تماماً وتبدأ تدوس حضرتك قبله هتلاقي ما فيش أي حاجة ظهرت ليه عشان برضو نفس الكلام لازم حضرتك تروح في الخصائص بتاعة السطح ومن تفعل حاجة اسمها اليوزر كونتور وتبدأ تعمله كده هو وبردو إنه وتديره لون نفس الكلام أزرق فتبدأ تقول له أبلاي وأوكي وهنا أبلاي وأوكي هتلاقي حضرتك خط دلوقتي عيزهر قدام حضرتك دلوقتي يهو لو جينا عملنا كده هو هتلاقي قدام حضرتك هو تظهر الخط اللي بالزرق ده تبقى أنا عايز أستخرج الخط ده استخرجه زي بمنطقة البساطة هتضغط على السطح بتاعك اللي هو سطح الفوليام فهتعمله سيليكت تمام بعد ما تعمله سيليكت هتقول له أنا عايز أستخرج حاجة من السطح إيه هي اللي أستخرجه من السطح أنا عايز أستخرج أبجيكت طيب إيه هو الأبجيكت عقول له الأبجيكت ده عبارة عن اليوزر ديفاند كنتور اللي هو ده عبارة عن اليوزر كنتور وعبدأ أقول له أوكي هتبدأ حضرتك كده توقف كده هتلاقي الشكل ده بقى عبارة عن بولي لاين طيب عايز بقى أقسمه مثلا كل خمسة متر بمنطقة البساطة زي ما علمتك في درس النقاط هتبدأ تعمل من point creation وتخش أمي حاجة في point creation أقول له ال elevation none وال description none والpoint name عبارة عن automatic واتأكد مثلا أنا بادئ إن هو من رقم واحد فعبدأ أقول له أنا عايز أعمل إيه عايز أعمل أمر major عايز تعمل أمر major لمين ليه الخط ده وعبدأ أقول له الخط ده هو ده فعلا الخط يعقول له عايز تعمل ال start منين هقول له أعمل بداية عندي من هنا هو أقول له البداية عندي من عند ال end point من هنا تمام ويه النهاية عندي عند ال end point اللي موجود هنا وعبدأ هنا هو يقول لي انت هو ده الطول أقول له تمام أقول لي أستعملها offset أقول له لأ طبعا أنا عايز على نفس الخط بالضبط فعقول له أوكي أقول لي ال interval كل دي أقول له كل خمسة متر وأبدأ أقول له أوكي هتلاقي النقاط زهرت قدام حضرتك أهولا وجينا بقى أفعلنا مثلا السطح ده كده خالص عملت له مثلا نود سبيلية اهو تمام هتلاقي حضرتك اهو هو ده خط ال contour اللي باللون اللي زرق ولو صغرنا هنا هو النقاط هتلاقي اهيه ده كده خط ال user defined contour وهدي النقاط هاي كل خمسة متر قدام حضرتك تقدر تديها للمساح فيبقى عارف ان دي منطقة القطع وده منطقة الردم بتاعته اتمنى ان شاء الله بإذن الله الفيديو يعجبكم وكل عام وحضراتكم بألف خير وسعادة وانتظرونا ان شاء الله في المزيد بإذن الله من المعلومات المتميزة وان شاء الله فيديو بكرة ازاي اعمل اثبوت elevation والذبوت elevation ده يكون يعني القطع بالنسبة لي بلون وهي الردمة بالنسبة لي يظهر بلون تاني ده بإذن الله ان شاء الله اللي عن استعرضه لحضراتكم في الفيديو بتاع بكرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته